لم تنفع كل أحاديث الساسة عن عراق جديد مزدهر ولا وعود الأحزاب بحقبة أمودها الإصلاح والإعمار بتجميل الواقع السياسي الهزيل وللواقع الميداني المتردي فكانت انتخابات 2018 عكس ما ظن لها أركانها بأنها كسابقاتها بل جمعت فشل السنين الخمسة عشر وأزاحت القناع عن وجه طالما توارى خلف ذرائع عدة بات من الإسفاف الحديث بها مجددا أحد نواب البرلمان عن تحالف النصر يوسف الكلابي أعاد ما كشفه غيره لكن بلهجة أكثر واقعية فقال إن العملية السياسية العمياء العرجاء كما وصفها لا تعد كونها شيء من قبيل له وعلى العراقيين لا يتوقع خيرا قادما منها فالحكومة التي تعجز عن إكمال تشكيلتها هي عاجزة بالأساس عن النهوض بالواقع ويضيف الكلابي إن الميزانية عاجزة عن درء شبح البطالة كما أن النفط بيع بجولات تراخيص فاسدة لذا فهو يطالب الشعب بالخروج بتظاهرات ضد العملية السياسية ولا حل غير ذلك وهذا الحل باشر به العراقيون غير مرة لكنهم جوبه بالنار والحديد في الأنبار والحويجة والموصلة وبغداد ثم انطلقت شرارة التظاهرات المستمرة في الجنوب لا سيما البصرة محل صراع الأحزاب على المناصب وسط حالة غضب شعبي عارم ترجم بحجارة وهتافات تساقطت على المسؤولين عند زيارتهم لها صراع البصرة تجلى باتهام محافظها أسعد العيداني لتيار الحكمة بالتحرق للإطاحة به عبر حضور القيادين في التيار حميد معلى واشم القرعاوي وعبد الحسين عبطان إلى المحافظة والتحرك لاستبداله مبينا أن عبطان تحرك على حزب الدعوة وميليشيا بدر وأطراف أخرى بهذا الخصوص لكن العيداني أعاد وأكد تمسكه بمنصب المحافظ وعدم ذهابه إلى مجلس النواب صراع البصرة أرجعه النائب مظفر اسماعيل إلى تنافس مجلس المحافظة على مشاريع وأموال خصصت لها بقيمة تتجاوز السبعمائة مليار دينار لسيما وأنها أحيلت من المحافظ بشكل مباشر ما أثار حفظة المجلس مشيرا إلى أن البصرة تسير نحو المجهول وقد تصل إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها